في الأزمة الأوكرانية أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يجري أي محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي منذ سنوات من جانبه قال استفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن أمداد أوكرانيا بالدبابات الأمريكية استفزاز صارق مؤكدا أنها ستكون هدفا للقوات الروسية وستقوم بتدميرها وتأتي هذه التصريحات تعليقا على التقارير الإعلامية الأمريكية التي تشير إلى أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن عن نقل 30 أو 50 دبابة أبرمها إلى كييف أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي أن بلاده في حاجة إلى عدد كبير من الدبابات المتطورة لتتمكن من تعزيز دفاعاتها وصد القوات الروسية وأضاف الرئيس الأوكراني أنه يفعل كل ما هو ضروري يوميا لسد النقص في الدبابات معربا عن شكره لكل من يدعم بلاده لافتا إلى أن المناقشات يجب أن تنتهي بقرارات من شأنها التعزيز الحقيقي لدفاعات أوكرانيا ضد روسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقات الأميرال جورشكوف اختبرت قدراتها الهجومية في المحيط الأطلسي وأضافت الوزارة الروسية أن الفرقات أجرت اختبارا على صواريخ زرقون الأسرع من الصوت والتي يصل مدها إلى 900 كم باستخدام المحاكاة بالكمبيوتر شكرا للمشاهدة